موسيقى 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 ميديسونال بلانت النباتات أو النبات الطبي جراس لاند جراس لاند الأراضي العشبية سيرفايف سيرفايف ينجو أو يبقى على قيد الحياة كاسترد أبل كاسترد أبل اللي هي نبات الفكهة أو صمرة الفكهة اللي هي الإشطاء أو بقول عليها باللغة العربية سفارجة الهندي سيد سيد يعني بذرة أو سيدز يبقى بذور سويل تربة زراعية إيكوسيستم إيكوسيستم النظام البيئي لييفز أوراق الشجر إنتراكت إنتراكت يتفاعل بولين بولين حبوب اللقاح فورست غيبة كاميانتي كاميانتي يعني مجتمع كاميانتي لأنها تنمو في الماء المالح بولين حبوب اللقاح بولين حبوب اللقاح والاختيارات عندي خلي بالك وهو لييفز اللذي يعيش إنزا سينان بنانسيولا في شبه جزيرة سيناء نمبر ثو مالك هزا بوك ويتش إزا بود بلانس بيقولي إن مالك لديها كتاب أو عندها كتاب الكتاب ده بتكلم عن النباتات فيه سيناء بدل ما نعمل جملتين يسا أنا خامسة باختصر الكلام بروابط الوصل أو دمائر الوصل فأنا عندي هنا خطرت ويتش إشمعنا عشان اللي قبليها بوك وده يعتبر ايه أشياء غير عاكل نمبر ثري خلي بالك احنا هنا برضو مع ضمير يعني ده relative pronoun أو ضمير وصل معناه حيث بص كده قبل كلمة عندك كلمة area area دي يعني مساحة يعني place مكان يبقى لما بيكون في عندي place مكان بربط ما بين الجملتين بكلمة وهنا معناها حيث ويكون قبلها مكان يبقى احنا تعلمنا كتير عن المنطقة where they live حيث يعيش language focus القاعدة بتاعتنا سنة 5 اللي احنا شرحناه في الأمثلة السابقة خدنا relative pronouns ضمائر الوصل we use them to describe a noun بنحتاجهم أو بنستخدمهم علشان نوصف الاسم على حسب الاسم عنحتاج ضمير الوصل يعني عندي who معناها الذي أو التي وطبعا دي بتبقى for people خلي بالك أنا باشوف اللي قبل هو مش اللي بعدها يعني اللي قبل هو لو كان شخص عاقل بختار معاه the winner رابط هو لو كان عندي قبل اللي هي قبل كلمة which أو هو شيء غير عاقل يبقى هنختار which يبقى who for people لكن which for things وثالث حاجة عندي where هنا معناها حيثوا four places للأماكن مش where معناها أين underline number one he showed them his garden space he grows medicinal plants where or which خلي بالك أنت عندك هنا كلمة garden garden the place يبقى نختار where number two the fox is an animal lives in the Sinai peninsula بقولين الفوكس ده حيوان بيعيش في جزرة سيناء أنا عندي space وقبل space كلمة animal and animal وده يعتبر حيوان يعني شيء غير عاقل فهستخدم where or which which number three they met a man space works in a garden they met a man أمان ده شخصي عاقل يبقى هنختار who or which who who feel in the gaps butterflies illnesses living things non-living things survive thick number one the leaves of mangrove tree are space طبعا انت عندك ان أوراء الشجر بتاعة المنجروف بتكون thick وثيك معناها ثميك number two camels can in the hot desert الجيمة القادرة على ايه في الصحراء الحرة طبعا تنجو بحياتها يسيرفايف قادرة على البقاء على قيد الحياة number three fish and animals are طبعا الاسمك و الحيوانات بتكون living things كائنات حياة number four stones and sand are بيولين الأحقار والرمال بتكون non-living things كائنات أو أشياء غير حياة number five mangrove honey can help fight some أن العسل اللي بيجي من أشجار المنجروف بيساعدنا في القضاء على إيه على بعض illnesses اللي هي الأمراض number six many bees and other insects live in mangrove forests بيقولي العديد من ايه ونح اللي بيعيش والحشرات كمان الأخرى بتعيش في أشجار المنجروف طبعا butterflies اللي هي الفرشوت excel yourself هننتظر إجاباتك in the comments choose number one أوادي is a dry place in the desert fills with water when it rains والاختيارات عندك where or which number two the plants animals and insects with each other to survive اللي اختيارات interact protect examples number one you need to have a lot of patience طبعا هنا كلمة patience معناها الصبر you need to have يجب أن تتحلى أو يكون عندك a lot of patience كثير من الصبر أنا هنا اخترت كلمة patience الصبر لأن معنى الجملة محتاج هنا noun مش محتاج adjective لكن لو بصيرها في المثال التاني he doesn't want to wait because he is a patient person بلون هو مش قادر يستنى أو ينتظر لأنه هو شخص مريد هنا بوصف الشخص هناك كلمة person دي noun فنفوض حت أبيها adjective اللي هي patient بمعنى هنا معناها مريد مريد تنفع معنى صبر لو قد في معنى تاني تمم خلي بالك patient دا النعون اللي هو الصبر لكن patient دا معناها مريد أو صبر ودي adjective number three luck is also quite important يعني بولي ان الحظ إلى حد ما بيكون مهم أو هام luck هنا noun not adjective number four they weren't lucky that day خلي بالك هنا lucky دي adjective ان هم ما كانوش محظوظين في هذا اليوم يبقى كلمة luck دا النعون اللي معناها الحظ لكن lucky دي adjective معناها محظوظ يبقى حسب معنى الجملة هشوف أنا مختار أو هينفع معي أختار النعون or adjective language focus عندي هنا سنة خمسة الادجكتف الصفة أو الصفات والابستركت ناون اللي هو إيه اللي هو الشكل المطلق للصورة أو المجرد للإسم بتاعي اللي هوش أصلها يعني beautiful أصلها إيه كل كلمة أصلها إيه يعني عندي beautiful دي صفة معناها جميل بوصف الشيء أو لأي شخص إن هو جميل أصل الكلمة منها إيه beauty الجمال عندي patient ده اللي هو صبور أو مريض ده الأدجكتف أصلها كلمة patience اللي هو الصبر عندي lucky محزوز أصل الكلمة منها luck حز عندي successful يعني ناجح أصلها كلمة success اللي هو النجاح underline number one there is so much in the Amazon rainforest بيقول يوجد الكثير من إيه في غابة الأمازون beauty or beautiful beauty لأننا هنا هختار النون اللي هو جمال في غابات الأمازون number two مالكس exception world a great a great a great a successful or success خلي بالك أنت هنا عايز تختار noun or adjective noun عشان عندي a great يبقى a great success يعني نجاح عظيم number three they weren't that day they don't see any wild animals هما كانوش في اليوم دا سنة خمسة محزوزين محزوزين عشان هما ما شافوش أي حيوان باري فنختار lucky good bye great five see you soon